السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرهبا بكم أعزائينا المشاهدين والمتابعين لقناة الفيزيائي التعليمية على اليوتيوب ومعنا اليوم حلقة جديدة من حلقات فكر فيزيائي وفي هذه الحلقة قمنا بوضع سؤال على منتبع القناة وقام أعضاء القناة بالمشاركة بأسئلتهم وأجواباتهم وكان الحقيقة أن التفاعل كبير مما يدفعني إلى أني أستمر في هذه السلسلة من الحلقات وأنا أعتبر حلقات فكر فيزيائيا هي حلقات مهمة جدا لأنه ممكن يستعين فيها المدرس في الحصة الدراسية قبل أن يبدأ موضوع معين ويستعين بفكرة هذا السؤال حتى يثري النقاش مع الطالبة وفي حالة هذه الطالبة طبعاً حيربط خبرته العملية وخبرته الحياتية في قوانين الفيزياء اللي درسها ويحاول يستنبط ماذا قد يحدث أو ماذا يتوقع بناء على الأسس العلمية اللي هو درسه وهذا طبعاً أسلوب رائع جداً لو تم اتباعه حتى يستطيع أنه يخرج من النمط التقليدي للحصة بحيث أنه يكون فيه تفاعل دائما بين المدرس والطالب طبعاً سؤالنا لهذا اليوم سؤال حقيقةً مهم جداً ويوضح الكثير من المعلومات الفيزيائية فخلينا نشوف مع بعض كيف ممكن نستفيد من هذا السؤال في مراجعة بعض المواضيع المهمة في الفيزياء لدينا هنا سؤال بيقولك التالي هل يتمكن العامل من فك الصمولة بشكل أسهل عند الاستعانة بحبل كما هو موضح في الشكل طبعاً إحنا لو اتطلعنا على الشكل حنلاقي أنه الرجل في الحالة الأولى بدي يحاول يفك مصمار باستعانة بالمفتاح المخصص لذلك وبيشد بكلتا يديه بقوة وبادع للتعب لكن لم يفلح في ذلك الحالة الثانية أنه تحايل على الموضوع وربطه بحبل بهذا الشكل وقام بالشد وحاول يفك المصمار هل تتوقع أنه عمل تغيير في الحالة اللي هو كان بعملها في الحالة الأولى هذا رقم واحد رقم اثنين إيش علاقة هذا الموضوع بدراستنا في الفيزياء طبعاً أنا بدي شيء تنخدع بالصورة التعبيرية الموجودة هنا يعني هنا نبين الرجل كأنه لو كان بيعاني ومش قادر يطلع بيده ونفك الصمولة هنا شكله مبسوط وشكله فرحال لكن قد يكون هذا في بداية المحاولة ويمكن ما نجحش أو فشل برضو كما فشل في المرة الأولى خلينا نشوف مع بعض هل يفلح الحبل في فك الصمولة أو لا وحتى نقوم بحل هذا السؤال خلينا كالمعتاد ناقش موضوع مهم جداً له علاقة وطيضة بهذا السؤال طبعاً إحنا هنا نناقش موضوع الворك وموضوع التورك وكل الموضوعين هدوله المسؤول عنه اللي هو الفورس ففي حالات عندي الفورس تؤدي إلى work وفي حالات عندي الفورس تؤدي إلى تورك فخلينا الآن نشوف عنه الحالة اللي على الشمال في الحالة اللي على الشمال موجود عندي الشخص بيقوم بدفع صندوق في هذا الاتجاه وطبعا القوة اللي بيبذلها بيده هي بتأثر على الصندوق حتى يتحرك مسافة بهذا الشكل فالآن هذه القوة اللي بيأثر عليها مقدارها F ونتيجة لهذه القوة تحرك الصندوق خلينا نقول مسافة مقدارها D وبالتالي لو أخدت أنا المسافة تبعتي من النقطة هذه إلى النقطة هذه فهذه المسافة تبعتي اللي هي نسميها المسافة D وهذه المسافة دي هي أثر نتيجة لمين؟ للقوة وكل من القوة والإزاحة مع بعض هدولا بيعطوني حاجة بيسموها أنه هذا الرجل قام ببذل حاجة بيسميها شغل وورك لأنه تحقق عنده أنه هو في قوة وفي إزاحة فإذن عندي أنا حاجة بيسميها F في D وهذه لها وورك واللي هي نيوتن في متر ولها وحدة الجول وبالتالي لما أنا بدي أخلي هذا الرجل يبذل شغل أكبر فأنا بدي أزيد القوة أو بدي أزيد الإزاحة فإذا زدت القوة فبيزيد الشغل ولو زدت الإزاحة برضو بزيد الشغل إذن لما تؤثر قوة على جسم وتسبب في إزاحة مسافة ومقدارها D هذه طبعا بتعطيني حاجة بسمي شغل ويكون الأثر الناتج عن هذه القوة بيكون هو إزاحة وهذه طبعا نستخدمها إحنا لما بنحر الجسم من مكان إلى آخر إذن هذه الظاهرة إحنا درسناها طيب نيجي الآن لموضوع التورك الموضوع التورك برضو أنا عندي هنا شخص عماله بيدفع الصندوق في هذا الاتجار بهذه القوة مقدارها F ولكن تبين أنه فيه هنا عندي مصمار أو عائق وهذا العائق بيسبب أنه يمنع الجزء السفلي من الصندوق أنه يتحرك طيب الجزء العلوي ما حبيش يمنع أنه يتحرك فإيش اللي بيصير في الحالة هذه هو أنه هذا الجسم سوف يتعرض إلى قوة هذه القوة ستسبب عملية دوران وليست عملية إزاحة فالجسم حيصير موجود في المنطقة زي كده وفي الآخر حيكون ملقع على الأرض بهذا الشكل طبعاً هذه أحياناً تلزمنا النوع من القوة حتى نغير وضع الأجسام فبالتالي القوة في الحالة هذه إيش سببت؟ سببت إزاحة؟ لا مسببت إزاحة الجسم لم يتغير مكانه هاي نقطة الارتكاز تبعته فبالتالي في الحالة هذه بنسميها إيش؟ بنسميها دوران إذا كان عندي دوران وعندي قوة فمعنى ذلك أنه هنا في عندي حاجة نسميها تورك طيب التورك هذا كيف بنعرفه؟ بنعرفه على أساس أنه هو أيضاً القوة F في حاجة نسميها المومنت آرم اللي هي آرم اللي هي نسميها ذراع القوة ولاحظ معايا هنا موضوع القوة واضحة جداً ليه القوة F اللي أنا رسمتها بهذا الشكل طيب كيف بدأ حدد المومنت آرم؟ المومنت آرم هي المسافة ما بين خط عمل القوة هذا خط هذا ما نسميه خط عمل القوة اللي هو على امتداد القوة ومحور الدوران هذا ما نسميه محور الدوران طيب كيف بدأ شوفنا المسافة آر؟ هي هذه المسافة هذه هي المسافة آر إذن المسافة هنا اختلفت اللي هي المومنت آرم وبالتالي هي صارت عبارة عن المسافة بين خط عمل القوة ومركز الدوران طيب الآن عشان أزيد أنا التورك تبعي إيش بدأ أعمل؟ يا إما بزيد الـ F يا إما بزيد الـ R طيب لو إيجيت أنت طلعت على السؤال تبعنا هل إلو علاقة بالحالة الأولى ولا إلو علاقة بالحالة الثانية؟ هو إلو علاقة خلينشوف السؤال تبعنا السؤال تبعنا إيش اللي بدي أسببها؟ هل أنا بدي أحرك الصمولة؟ أنا بدي أفك الصمولة وفك الصمولة يتم عن طريق إيش؟ عن طريق الدوران بهذا الشكل فلما بدورها بهذا الشكل اللي الصمولة بتطلع لبرة وبحقق الهدف تبعي إذن إحنا الهدف من القوة اللي أنا ببذلها أني أوصل إلى حاجة بنسميها بنسميها التورك طيب الآن إذا هو ما قدرش يفك الصمولة باستخدام قوته فكيد ممكن يزيد المومنت آرم بكل بساطة هذا الرجل لو ما قدرش يقلب الصندوق لما بدد دفع الصندوق من النقطة هدي ممكن يدفع الصندوق من الأعلى بقوة مقدارها إف طيب إيش استفاد في الحالة هدي؟ استفاد إنه الدوران أو عزم الدوران أكبر أي أن التورك أكبر طيب ليش؟ لأنه لما تيجي ترسم أنت في الحالة الثانية خط عمل القوة هاي خط عمل القوة هذا هو خط عمل القوة الجديد طيب وين الار تبعتنا؟ الار تبعتنا اللي هي هدي هي هدي ما بين خط عمل القوة ما بين النقطة هدي والنقطة هدي هدي خط هدي هي الار تلاحظ إنه آر اللي باللون البرتقالي أكبر من آر اللي باللون الأخضر يعني صارت المومنت آرم لما دفع بهذا الشكل صارت أكبر وبالتالي فرصة تتدوران هنا صارت إيش؟ أعلى لذلك عشان إنت تزيد التورك تبعا يا إما بتزيد الفورس وإذا ما كانش بالإمكان بتزيد مين؟ بتزيد المومنت آرم آخر مثال ممكن أضرب لك إياه هو لو كان أنا عندي الحالة التالية هل جاءتها في الحالة هذه؟ لو هو دفع من هنا أسر بقوة نقدرها اف من هنا طيب إيش اللي عمله هو؟ هاي اف هو ظغر المومنت آرم لاحظ المومنت آرم هاي عزم الدوران هاي مركز الدوران خلينا نعتبره وبالتالي الار هنا زي قلت إذن دائما وابدا لما باجي بحدد المسافة آر بدي أنتبه جيدا لوين هي بالصبع طيب نرجع لسؤالنا وتبعنا في السؤال تبعنا في الحالة الأولى والحالة الثانية بدينا نحدد المومنت آرم فهذا هو القوة آرم وفي الحالة الثانية هو ربط حبل وهي القوة إف الحبل طبعا حينقل القوة ايده من النقطة هاي للنقطة هاي هنا حسين التأثير فبالتالي هذه هي الاف تبعتك وهي الاف تبعتك طيب المومنت آرم في الحالة الأولى في الحالة الأولى ما بين عزم الدوران ما بين مركز الارتكاز اللي هو السمولة وخط عمل القوة اللي هو الخط المنقط هذا فبالتالي هذه هي الار طيب هنا برضو هي نفسه آر لأنه السمولة مركز الدوران لم يتغير عن اللي هو خط عمل القوة وبالتالي R هاي تساوي R هاي إذن لما بتطلع إنت على السؤال زيادة طول الحبل لم يؤدي إلى زيادة R إذن طول الحبل هذا القطعة الحبل هاي لم تؤدي إلى زيادة مين المومنت R وبالتالي التورك في الحالتين هو F في R لذلك طالما R لم تتغير وبالتالي الحبل لن يجدي نفعا فبالتالي لو أرجع على السؤال هل يتمكن العمل نفكر السمولة بشكل أسهل لا فالحبيخة هو لم يفعل شيء الإجابة تبعتين طيب لو حبيت أسألك وأقولك كيف ممكن أخلي العملية أسهل العملية بتكون أسهل كالتالي إني أزيد ليش أزيد R طيب كيف أزيد R بدي أغير مفتاح اللي بفك السمولة واجيب مفتاح عطول شوية لاحظ هنا في الحالة هادي إنه خط عمل القوة هاي UF هذا هو خط عمل القوة وهي السمولة هنا لاحظ إنه هادي R هادي R خليني نعتبر هادي R2 لما زيتنا المفتاح اللي استخدمته فصار R2 أكبر في حالة اللي هو R1 هاي خط عمل القوة وبالتالي هادي R وهادي R إذن لما صارت عندك R2 أكبر من R1 معناته T2 أكبر من T1 معناته أنا بزيادة اللي هو المومنت ARM تمكنت من فك السمولة بشكل أسهل هيك إحنا بنكون حطينا سؤال من الواقع لحياة العملية وربطناه بمبادئ الفيزياء اللي هي الشغل والتورك واعرفنا الفرق بينهم وانسيت أقول لكم شغلة هنا إنه التورك يأخذ وحدة كالتالي اللي هي إذا كانت هادي نيوتن والمومنت ARM هي متر فبالتالي وحدة التورك هي نيوتن في متر طيب هلأ أعطيها اسم جول لا ما بنفعش ليش لأنه التورك كمية متجهة في حين أن الشغل هو كمية سكيلر وبالتالي بنفعش آجي أقول على كمية متجهة نيوتن في متر اللي هي التورك لها وحدة جول فنبقي على الوحدة نيوتن في متر هي وحدة مين هي وحدة التورك في حين أنه بنقول على وحدة الشغل بالرغم من أن هي نيوتن في متر لكن تمجيداً للعالم جول أعطيناها الرمز جول وهذا بتعكس أن أنا بتكلم على كمية فيزيائية قياسية وهي وحدة الطاقة أيضاً وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ونلتقي معكم مجدداً في سؤال جديد وأفكر فيزيائياً وحتى ذلك الوقت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته